موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم أعلنت وزارة الداخلية إحالة 16 متهما بينهم إيرانيون على ذمة قضايا حيازة وبيع المخدرات في محافظة المهرة إلى النيابة الجزائية المتخصصة بحضر موت وقالت الوزارة في بيان على موقعها إن إدارة مكافحة المخدرات في المهرة أحالت 16 متهما بينهم امرأتين إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضر موت على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الاتجار والترويج أشهد وكيل أول وزارة الداخلية لواء ركن محمد سالم بن عبود بالنجاحات المتميزة التي تحققها الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في مواجهة تنظيم الحوثي والخلايا الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن المواطنين وإقلاق السكينة العامة وزرع عبوات ناسفة جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده بن عبود ضم قيادة المكتب المتقدم بمأرب ومدير عام شرطة المحافظة وقيادات الوحدات الأمنية ومدراء فروع المؤسسات الأمنية والخدمية وحيى اللوا بن عبود الأعمال المؤسسية التي تقوم بها شرطة ووحدات مأرب في سبيل إنجاح القطط الأمنية خلال العام الجاري والتي أظهرت التنسيق التام والعمل كفريق واحد وقال إن مأرب صمام أمان الجمهورية اليمنية وأن الأجهزة الأمنية حارسة أمينة لحرية المواطنين وكرامتهم وسكينتهم أكد اللواء سلطان العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشي الحوثي الإرهابية والتزامه بخيار السلام العادل وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر وثم نعوض مجلس القيادة الرئاسي مواقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ودعمها المتواصل جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستمرار تدخلاتها الإنسانية والتنموية ومساندة مساعي استعادة مؤسسات الدولة قتل طفل جراء قصف حثي بطائرة مسيرة على تجمعات سكانية جنوب الحديدة وقالت مصادر محلية لوكالة سبا إن طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحثي الإرهابية قصفت تجمعات سكانية في منطقة دوباز شمال غرب حيس ما أسفر عن استشهاد الطفل جواد علي صالح الشعبي إلى ذلك أصيب المواطن مختار عبد الله برصاص قناصة ميليشيا الحثي الإرهابية في ريف حيس أكدت أكثر من أربعين منظمة على ضرورة أن تتضمن أي مفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن خططا شاملة لتحقيق العدالة بعد النزاع ووفق نهج يركز على الضحايا وتضمن أحكاما للمساءلة وجبر الضرر والتعويضات وقالت هيوم رايتس ووت في بيان إن منظمات المجتمع المدني وروابط ضحايا وناجين يمنيين أصدرت اليوم إعلان اليمن للعدالة والمصالحة وهو إعلان يحدد الرؤية المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع قال أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين الأستاذ حسين الخولاني إن ميليشي الحوث ارتكبت جرائم جاسيمة بحق التعليم أوضح الخولاني في حوار مع إمان شباب نت أن ميليشي الحوثي جاءت بأجندة طائفية سلالية مرتبطة بإيران تستهدف مؤسسات الدولة وتركز على الجانب التعليمي بهدف تغيير فكر وهوية الأمة والنشء عموما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببدء الأمم المتحدة بتنفيذ قطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم صافر والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام وفي بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية رحبت الخارجية بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توجت ببدء تفريغ الخزان العائم صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر احتجز قسم شرطة العريش بالعاصمة المقتة عدن يوم أمس رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في العاصمة المقتة عدن الدكتور محمد حلبوب بسبب مطالبته للنيابة بالتحقيق في قضية اختلاس وقالت مصادر محليا لصحوة نت إنه تم احتجاز حلبوب في قسم شرطة العريش على خلفية اتهامه للنيابة العامة بالتقصير إزاء عدد من الملفات التي تخص البنك الأهلي ومن بينها واقعة اقتحام فرع عبد العزيز ونهبه وقتل مديره أشارت المصادر إلى أن نيابة الصحفة أمرت بحجز حلبوب أسبوعا كاملا في شرطة العريش على خلفية شكوى تقدم بها عن نيابة الأموال العامة أو تقدمت بها نيابة الأموال العامة ضده تسلمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عددا من المرافق الحيوية بميناء الوديع البري المنفذ الجديد في سياق إجراءات المتابعة للإشراف الكامل من السلطة المحلية على الميناء ووقف محافظ حضرموت مبخد بالماضي على سير إجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديد مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل بالميناء البري الرئيس بتحسين الحركة والانسيابية في مرور السيارات والقاطرات للمسافرين والبضائع إلى جانب تنظيم الجوانب المالية والإدارية نظمت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت يوم أمس زيارة تكريم وإجلال للعلامة المفتي وعضو مجلس الشورى اليمني الشيخ علي بن سالم بكير بغثيان في بيته بمدينة تريم وخلال الزيارة أكد عضو هيئة شورى الإصلاح المحلية وعضو مجلس النواب سعيد دومان اعتزاز الإصلاح بالعلماء وتثمين الدور الكبير الذي يؤدونه في حفظ قيم المجتمع وترسيخ دعائم الدين والوطن وأشادت قيادة الإصلاح بمواقف ومسيرة العلمة بغثيان ودوره الدعوي والاجتماعي والثقافي وسعيه في إصلاح ذات البين والمكانة التي يحتلها في قلوب أبناء مجتمعه أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريم المهني قرارين بشأن معالجة أوضاع الطلاب اليمنيين العائدين من جمهورية السودان بسبب الحر وقضت مادة القرارين الوزاريين باستيعاب الطلاب العائدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في الجمهورية وتقديم كافة التسهيلات وإجراءات التعاون بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية وذلك وفقا للقوانين واللوائح النافذة بحث وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتبادل الثقافي أشهد وزير الخارجية بدور العراق التاريخي والريادي في التعليم العالي وأعرب عن أمله في تجديد اتفاقية التعاون العلمي والتربوي الموقع بين البلدين لإتاحة الفرصة لطلاب اليمنين للدراسة في الجامعات والمعاهد العراقية شهدت عدد من الكليات في جامعة أبيان زيادة كبيرة في عدد الطلاب الدارسين فيها خلال هذا العام بعد زيادة عدد التخصصات بشكل يتوافق مع ميول المتقدمين وقال رئيس الجامعة الدكتور محمود الميسري خلال إشرافه على سير الامتحانات الختامية في عدد من الكليات إن نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي في محافظة أبيان تزايد بشكل تدريجي وما يجعل الحاجة ملحة لافتتاح كليات جديدة تلبي طموحات المتقدمين شددت لجنة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية التي تزور محافظة المهر على ضرورة منع دخول المبيدات والأسمدة المهربة والمحرمة دوليا والمنتهية الصلاحية من المنافذ البرية أو البحرية جاء ذلك خلال لقائها مع إدارة جمرك شحن لمناقشة سير العمل في المحجر الزراعي وآلية تنفيذ الإجراءات القانونية لدخول المتجات الزراعية والحيوانية وضرورة التنسيق بين الجمالك والحجر النباتي والبيطري والأجهزة الأمنية نفت شركة النفط اليمنية فرع المهرم تدولته بعض وسائل الإعلام من أخبار حول قيامها برفع تسعير المشتقة النفطية إلى 1250 ريال لليتر الواحد مؤكدة بأنه لم يحدث أي تغيير في أسعار المشتقات منذ قرابة أسبوعين وأن سعر اللتر البترول لا يزال بـ 1125 و اللتر الديزل بـ 1100 ريال وأهابت شركة النفط اليمنية فرع المهر بكافة المواطنين الإبلاغ عن أي محطة تقوم ببيع تلك المشتقات بأسعار تخالف السعر الرسمي طالب عشرات المواطنين من سكان منطقة شحوح محافظة المهر محمد علي ياسر ومدير عام مديرية الغيظة بسرعة التحرك وتوجيه الجهات المختصة بمواصلة العمل في مشروع المياه بمنطقتهم المتعثرة منذ ثلاث سنوات جاء ذلك خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بالمشارع الخدمية والتخفيف من معاناتهم المستمرة أشار المواطنون إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد سنوات من المطالبات وعدم تجاوب مكتب مياه ريف متهمين المكتبة بالعمل على عرقلة تنفيذ المشروع حرمان عشرة الأسر من خدمات المياه اسوة بالمناطق الأخرى في مدينة الغيظة دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة